الآن منيجي إلى كمان فكرة جديدة في الدرس اللي هو مثال ثلاث ورح نأخذ طبعا أمثلة أو تدريبات زيه الآن يبين الجدول الآتي أطوال لاعبي الفريق لكرة السلة عندي ثلاث لاعبين طولهم 189 سانتي لاعبين طولهم 195 سانتي ثلاث لاعبة طولهم 192 سانتي ولاعبين طولهم 185 سانتي إذن هون العدد معروف ثلاث زائد اثنين زائد ثلاث زائد اثنين اللي هم عشر لعيبة لكن الأطوال الأطوال شو كي بدأ أطلع الأطوال عندي ثلاث لاعبين 189 إذن بضرب ثلاث ضرب 189 زائد لاعبين 195 اثنين في 195 زائد ثلاثة طولهم 192 إذن ثلاثة ضرب 192 زائد لاعبين طولهم 185 إذن زائد اثنين في 185 بطلع المجميع الجديدة وبقسمهم على عدد اللاعبين اللي هم عشرة بطلع المتوسط الحسابي إذن طلعت المجميع 389 وكماً هاي بضربها وبضربها بطلع هاي تطلع الأطوال اللاعبة طلعت 1903 على عدد اللاعب عشرة تقريبا متوسط الحسابي لأطوال لعب فريق كرة السلة هذا تقريبا متوسط الحسابي لهم 190.3 بالعشرة سانتي لأن تدريب 5 على نفس النمط قام أحد الباحثين بتسجيل أوزان أطفال حديثي الولادة في أحد المستشفيات ونظمها في الجدول الآتي عدد الأطفال لوزنهم 3.1 كيلو عدد الأطفال لوزنهم 3.4 كيلو 3 عدد الأطفال لوزنهم 3.5 كيلو 4 عدد الأطفال حديثي الولادة لوزنهم 3.7 كيلو 2 إذن كيف بنوجد المتوسط الحساب لأوزان الأطفال؟ نضرب زي ما حكينا زي الفكرة السابقة عدل الأطفال في الأوزان واحد في ثلاث زائد ثلاث ضرب ثلاثة وأربعة بالعشرة زائد أربعة ضرب ثلاثة ونص زائد اثنين في ثلاثة وسبعة على عدد الأطفال واحد زائد ثلاثة أربعة زائد أربعة ثمانية زائد اثنين عشرة عدد الأطفال عشرة إذن هاي مجموع الأوزان ثلاثة في واحد ثلاثة واحد زائد ثلاثة درب ثلاثة واربعة ثلاثة درب ثلاثة واربعة زائد اربعة درب ثلاثة ونص زائد اثنين ضرب ثلاثة وسبعة بالعشرة على عشرة طبعا المجميع طلعت ثلاثة زائد ثلاثة ضرب ثلاثة واربعة اللي هي عشرة واثنين بالعشرة زائد اربعة درب ثلاثة ونص اللي هي اربعة عطاش زائد اثنين ضرب ثلاثة وسبعة بالعشرة اللي هي سبعة واربعة بالعشرة نجمعهم بطلع تقريبا اربعة وثلاثين ونص اه اربعة وثلاثين وستة بالعشرة على عشرة طبعا هاي قسمناها على بعض تقريبا ثلاثة ونص او ثلاثة وستة بالعشرة ثلاثة وستة بالعشرة تقريبا طول اه او اه وزن اه متوسط الحساب الاوزان الاطفال حديثي الولادة ثلاثة وخمسة بالعشرة او ثلاثة وستة بالعشرة خليها ثلاثة وستة بالعشرة لأنه هاي على عشرة نزيح الفاصلة بتصير ثلاثة هي ستة واربعين بس أنا قربتها تقريباً لنص آه خليها لنص سير ثلاثة وستة واربعين ستة واربعين قربناها صير يعني ثلاثة ونص تقريباً ثلاثة ونص وزن المتوسط الحسابي لوزن هذول الأطفال برضو المثال السادس على نفس نمط السؤال الخامس الشكل الآن يمثل عدد ساعات الدراسة اليومية لمجموعة من الطلاب هاي مجموعة الطلاب هاي مجموعة النجوم هي مجموعة الطلاب وعدد ساعات الدراسة اللي هي تحت عندنا طالب واحد بدرس تقريباً ست ساعات في اليوم وطالبين بدرسوا خمس ساعات في اليوم وطالب بدرس أربع ساعات في اليوم وطالبين بدرسوا ثلاث ساعات في اليوم وثالث طلاب بدرسوا ساعتين في اليوم وأربع طلاب بدرسوا ساعة في اليوم بدنا المتوسط الحسابي إذا منا نضرب وعدين على عدد الطلاب عدد الطلاب اللي هي عدد النجوم طالب زائد اتنين ثلاث أربعة ستة وثلاث تسعة وأربعة ثلاث عشر طالب إذا العينة ثلاث عشر طالب نضرب ستة بواحد نضرب ستة بواحد زائد خمسة باتنين خمسة باتنين زائد أربعة بواحد زائد ثلاثة باتنين زائد 2 ب3 زائد 4 ب1 تطلع المجميع 6 زائد 10 زائد 4 زائد 6 زائد 6 زائد 4 على 13 نجمعهم كلهم تقريبا 36 على عدد الطلاب 13 تقريبا معدل الدراسة اليومية لهذا الطلاب ساعتين وثمانية بالعشرة من الساعة تقريبا تطلع هي أقلي شوي بس قربت أنا لثمانية بالعشرة تقريبا ساعتين وثمانية بالعشرة ساعة إذن عنا ثلاث أفكار في المتوسط الهسابي إما بطبق مباشر وإما بيكون عندي المجهول في المجموع أو عدد العينة بضرب در تبادلي وإما بيكون عندي أكثر من أكثر من نموذج يعني أكثر من عدد لنفس العينة زي هون وهون فبضرب العدد بالقيمة وبجمعهم بعدين بقسم على عدد العينة عدد الطلاب عدد أي عينة بعدين بطلع معي الجواب إذن ثلاث أفكار مفهوم الآن مطلوب منكم اتحضروا أسئلة تمارين ومسائل صفحة 132 و133 وبتوقع في منها من الثلاث أشكال اللي أخذنا عليها وهي سهلة ما بدها غير شوية التركيز وبتطلع الجواب بسهولة يعطيك العديد